السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الكرام في كل مكان مرحبا بكم في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بكل أخبار الطقس ببلادنا المغرب وفق آخر تحديثات النماذج العالمية نستهل النشرة الجوية متابعين الكرام لهذا اليوم بتوقع حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير حيث من المتوقع بإذن الله أن تستمر الأجواء المستقرة إلى قليلة السحب على مستوى المناطق الشمالية والمناطق الوسطى والجنوبية للبلاد ومن المحتمل إن شاء الله ببرياح شرقية على مستوى الجنوب الشرقية وكذلك على مستوى الأقاليم الجنوبية وبالنسبة متابعين الكرام لحالة الطقس بالنسبة اليوم الجمعة 2 فبراير فمن المتوقع دائما أن تعرف المملكة أجواء مستقرة على مستوى معظم المناطق المغربية كما يوضح لنا هذا النموذج ومن المحتمل ارتفاع درجة الحرب بشكل طفيف على مستوى الواجهة الشرقية وكذلك الجنوب الشرقي والأقاليم الداخلية للجنوب وفيما يخص متابعين الكرام حالة الطقس الخاصة بيوم السبت 3 فبراير دائما أجواء مستقرة نسبيا على مستوى المناطق المغربية التي تظهر على الصورة أجواء مستقرة بإذن الله تعالى مع تكوهون غيوم منخفضة على مستوى المناطق الشمالية وكذلك لمستوى المناطق الوسطى للمغرب ندى في مخص متابعين الكرام حالة الطقس الخاصة بيوم السبت القادم بإذن الله تعالى وبنسبة ليوم الأحد 4 فبراير فدائما تستمر الأجواء المستقرة على مستوى المناطق المغربية معتمله برياحة شرقية على مستوى الجنوب الشرقي وكذلك على مستوى الأقاليم الجنوبية للمغرب ومن المتوقع بإذن الله تعالى كم يوضح لنا هذا النموذج أن تستمر الأجواء الصافية والهادئة على مستوى المناطق المغربية إلى غاية يومه الـ 2-5 فبراير حيث من المتوقع تشكل غيوم الخفضة على مستوى السواحل الأطلسية الشمالية والغربية للبلاد ومن المتوقع إن شاء الله كذلك أن تستمر هذه الأجواء الهادئة على مستوى معظم المناطق المغربية مع تسجيل رفع طفيف في درجة الحرارة على مستوى الواجهة الشرقية وكذلك الأقاليم الجنوبية للمغرب وكذلك الجنوب الشرقية هذا فيما يخص متابعين الكرام حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام لتقي في نشرة قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر